استنكر وجهاء وشيوخ الأنبار تغاضي وزارة الداخلية عن قيام المدعوعة لإسميس باقتحام منطقة الضابطية في محافظة الأنبار مسلحا مع عدد من المرافقين له والمسلحين أيضا وبتهديد أهاليها علنا والتطاول عليهم لفظا وعدم اتخاذ أي إجراءات قانونية بحقه وطالب وجهاء وشيوخ الأنبار رئيس الوزراء بالتدخل لضمان عدم تكرار أي أفعال مستقبلا من شأنها أن تزعزع المجتمع العراقي وتهاجم مناطق كاملة وتصفها بأوصاف طائفية وتهددها بقوة السلاح نطالب من السيد رئيس الوزراء ومن السيد السادة حقيقة في سدة الحكم في الحكومة العراقية لا سيما وزارة الداخلية الأخ السيد عثمان الغانمي وزير الداخلية حقيقة كنا ننتظر بأن يكون هناك رادع وأن يكون هناك الوقوف على ما الذي دفعك لكي تأتي وتتجاوز وأن تأتي إلى أهل الضابطية حقيقة استغربنا وإلى اليوم مر على هذه الحادثة لا بل الذي زاد الأمر استهجان واستغراب ما لاحظناه بقيام بعض المسؤولين من استقبال هذا وزيارة السيد عالس ميسم كنا نتأمل منهم أن تأتخذ الإجراءات القانونية نحن شيوخ ووجهاء عشائر محافظة الأنبار لسنا على عداء شخصي مع السيد عالس ميسم ولسنا على عداء مع أي أحد من أخوتنا من أبناء الوسط والجنوب إلا أننا عندما نطالب ونناشد السيد وزير الداخلية الأستاذ مصطفى الكاظمي بمحاسبة وبردع هذه التصرفات كي لا تتكرر مرة أخرى ولا أن أذهب أنا أن أهدد أهلي وأخوتي لا سامح الله في أربيل أو في النجف أو في كربلاء أو في صلاح الدين أو في نينوى لا نريد أن يكون هناك رادع وأن نحتكم جميعا وأن نحتكم سوية إلى القانون إلى العقل إلى الحكمة لا أن كل واحد مننا أن يشمر عن ساعديه ويأخذ بسيفه أو يأخذ برجاله أو يأخذ بجهات ما وأن أهدد الأمن والسلم المجتمعي في أي منطقة من مناطق العراق الحبيب